اشتركوا في القناة بتخص المجتمع وبتخص الناس وبنبدأ نحلها بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الدين بتاعنا دين وسطي وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما قال الله عز وجل والبرنامج فكرته بإذن الله تبارك وتعالى زي ما أنا قولت لحضرتكم في كل حلقة بنجيب موضوع وبنوضع له حل بإذن الله تبارك وتعالى ولا نتكلم إلا بالدليل قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا لا نتكلم إلا بعد الأطباء ولا نتكلم إلا بعد العلماء فإن العلماء ورسة الأنبياء ودائما نحس الناس على الترابط الأسري ودائما نسعى بفضل الله سبحانه وتعالى لحل جميع المشاكل الأسرية في سهولة ويص وإن شاء الله تبارك وتعالى موضوع حلقتنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هيكون هل يجوز حل أو فك السحر بالسحر أولا لا يجوز حل السحر بالسحر لأمور أولها لأنه لا يستطيع الساحر أن يفك سحرا لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء فدائما حينما يسعى الإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى تجده دائما في كبت وفي تعب وفي مشقة وفي غم وفي هم لأنه لا توجد لزة في معصية الله سبحانه وتعالى فحينما يأتي الدجال أو المشعوز يفك سحرا بسح فاعلم أنه يفعل سحرا جديد بدليل حينما تأتي امرأة أو رجل إلى رجل ساحر والعياذ بالله أول شيء بيسألهم عن الإسم وإسم الأم وبعد كده بيطلب منهم أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى لأنه المجرد إلى الذهاب إلى الساحر أو الكاهن فقد كفرت بما أنزل على سيدنا محمد بدليل من ذهب كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فصلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله حينما يأتي أي حالة أو أي مريض يذهب إلى دجال أو إلى عراف فإنه يستعين بالقريب بدليل حينما يدخل أي إنسان على دجال أو على عراف أول شيء بيسأله يقول له اعطني اسمك وإسم أمك بعد لحظات أقول بل بعد دقيقة تجده عرف عنك كل شيء ونقول بالمعنى كده أصل الشيخ ده مكشوف عنه الحجاب ومكشوف عنه كل أشياء بيعرفها وبيعرفها في وقت واحد إزاي أقول لك هو استخدم قرينك ويعرف عنك كل شيء وكل إنسان وكل به قرين من حين ولادته إلى حين وفاته يعرف عنه كل شيء ملازمه من حين ولادته إلى حين وفاته بعد ذلك وفكوا السحر بالسحر ترى فيه أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى حينما جاءنا اتصال في مرة من المرات وقالوا السلام عليكم يا شيخ قلت عليكم السلام فقالوا لي نحن ذهبنا إلى شيخ قلت تمام قالوا أول حاجة قال لنا والله أصل السحر بتاعكم سحر سفلي وأنا مش هفكه وهنجيب راجل يفكه قلت له إذا كان يتق الله سبحانه وتعالى ما أخذ بك إلى طريق المعصية لأنه الذهاب إلى الدجال أو إلى العراف فقد كفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك حينما يأتي أو تأتي الساحر يطلب منك أشياء أولها شيء من أصرك وشيء من سيابك وبيقول لك تجيب لي سياب تكون عرقان فيها علشان أقدر أفكي لك السحر دي طيب يا مولاني السحر ده مع مول فين يقول لك والله ده في المقابر والمهم أن يحللوا الفلوس اللي هو بياخده يقول لك والله أنت لازم تجيب لي أشياء لا ترضي لها سبحانه وتعالى تأتي إلي بحيوانات يعني زي ما احنا بنقول كده يقول لك دجاجة يقول لك بطة بس أهم حاجة ما يكونش فيها ريشة بيضة أقول لك اتق الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يا من تدعي أنك تعيش أمدا من الضهر فاتق الله سبحانه وتعالى لأنك حينما تلتجئ إلى هذه الطرق التي لا ترضي لها سبحانه وتعالى فقد كفرت بما أنزل على سيدنا محمد بدليل كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات قال وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسح فلزم بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى السح فأقول لك يا من تنتهك حرمات الله اتق الله خمس حاجة الساحر غالبا ما يتفق مع الجني الموكل بالسحر يعني حينما تذهب امرأة أو رجل إلى دجال أو إلى عراف أول حاجة بيعمله يتفق مع الجن الموكل بالسحر يتفق معه يقول له أنا هعمل معك حاجة كويس انت قدام الناس هتقول أنا كويس وأنا بعالك بالقرآن والروكة الشرعية في مقابل ان انا سيبك في الجسد في مقابل ان انت تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى في مقابل ان انت تعاشر هذه الزوجة أو هذه المرأة معاشرة الأزواج والعياذ بالله ستتحاجه كل الحالات التي يعجز الصحرة عنها فاعلموا أولا أنه لم يتجه إلى طريق الله سبحانه وتعالى واتجه إلى طريق الفسق والضلالة لأنه لم يعتمد على العقل والمنطق أولا ولم يسألهم أسئلة كل شيء بينسبوا للسحر والدجل والاشتعوزة أعزكم الله ولا يسألهم عن هل ذهبت للطبيب لا طبعا ما سألهمش السؤال دي لأنه هو غيت كلها الفلوس وهو اشتره كما قلت لكم اشترى الدنيا بالآخر وحب الدنيا وخيل إليه أنه يمتلك الدنيا لأنه حينما يتجه الدجال أو المشعوز إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى كل شيء يكون مسهل بدليل كلما ازداد الإنسان والعياذ بالله كفرا بالله كلما ازداد الجن أكثر إطاعة له ليه؟ يعني بيقول لأول حاجة تعمل أشياء لا ترضي الله أن أنت تدخل أعزكم الله الخلاء وتعمل أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى أن أنت تنتهك حرمات النساء وقد حرم الله سبحانه وتعالى الزينة والبرنامج دي أنا فكريتي فيه كانت أهم حاجة أن تتوعي الناس من شرور الصحراء والمشعوزين والدجالين والمهم أننا نتجه إلى طريق الله سبحانه وتعالى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولقد خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجل غاية واحدة أتدرون ما هي؟ إنها العبادة إلى الله سبحانه وتعالى بدليل قول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لا نتصارع على المال ولا خلقنا من أجل أن يظلم الرجل أخاه ولا من أجل أن تظلم المرأة المرأة مثلها ولا من أجل أن يظلم الرجل أباه بل خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجل غاية واحدة ألا وهي العبادة إلى الله سبحانه وتعالى فلن تجد الراحة والسعادة إلا في طريق الله سبحانه وتعالى أهلا لحضراتكم بعض الفاصل أعزائي المشاهدين كل الحالات التي يعجز عنها الصحراء من علاجهم بيأمره الجن أنه يقول لهم مكان السح يعني بعد ما بيروحوا للدجال أو المشعوز والعياذ بالله بيجي بيكلم الجن يقول له والله أنا جيت عن طريق عمل سفلي وما أدرك ما العمل السفلي يقول لك والله معانا اتصال الأستاذ إيمان السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا فضلت الشيخ أنا رفت المشايخ كثيرة وكده قال لده معمولك ساحر العظم وكده وعملت حجم الناجحة محاسس نصيبه وكده وكل ما يجي كل ما تجي للدورة أحلم جبل ما تجيني أحلم بيها طيب حضرتك بتشوف أشخاص بتهجمك في المنام يا فندم آيوة صح طيب بيهجموك عن طريق الإزاء ولا عن طريق عايزين من حضرتك حاجة لا بيهجموه ساعة نضربهم ساعة أخروم منهم وكده تمام تمام طيب فيه وجع من المعدة من تحت كده يا فندم من بعد الصرة آيوة بيجيني آيوة بيجيني ساعة كثيرة تمام يا فندم حاضر هجاوب حضرتك يا فندم سؤال الأستاذة اللي كانت بتتصل إن كان فيه بالفعل سحر موجود في منطقة الرحم وهناك جن موكل في منطقة الرحم بيقتل كل الحيوانات المنوية فلا يحدث حملا وكل شيء مقدر بأمر الله سبحانه وتعالى فعليك بأن تقرأي آيات الركة الشرعية على مية وتشربها وإن شاء الله تبارك وتعالى فيه أعشاب للموضوع ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى حينما يأخذ منها المريض ولا نتكلم كما قلت لكم لا أتكلم إلا بعد الطبيب فإذا قال الطبيب ما فيش مشكلة جسدية أو مانع يمنع من الحمل بعد كده بيكون دورنا بعد كده بنبدأ بآيات الركة الشرعية ونقرأ آيات الركة الشرعية فتعموا البركة والفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى ثمين حاجة ينبغي للمسلم أن يتوكل على الله وحده فكل أمور حياته بيد الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه بعد كده ساعة لما بيذهبوا للدجال أو المشعوذ بيقول لهم والله أصل العمل ده عمل سفل يعني إيه عمل سفل يا مولاني يقول لهم والله العمل ده معمول على نجاسة أو معمول على ضم حيض والعمل ده مدفون في مقابر العمل ده مدفون في مكان مهجور والله حينما اتصل علي أحد الناس فبيقول والله رحنا للشيخ قلت له وما يدريك أنه شيخ بقول له والله ساعة لما رحنا له قال والله أنت في عمل سفلي فلابد أنت تروح المقابر بالليل عشان تطلعوا العمل ده قلت سبحان الله ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء معانا وفاء أستاذة وفاء سلام عليك أهلاً معاك أنا سمع الشيخ دلوقت أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بحضرتك اتفضل يا فاند في عجال بحضرتك معايك بنتي رحنا لوحد شيخ يعني وأمم مسجد قال لني في عمل معمولينها بتعطيل الحال وكده هي عندها كم سنة يا فاند هي عندها كم سنة يعني حوالي 28 سنة أنت حضرتك منين يا فاند حين وفاء طيب يا فاند هي بتشتكي من معدتها ولا حاجة أو خلها تكلمني يا فاند آآ 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 طيب هي بتتدايق وبتتخنق بسرعة يا فاند آآ 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 طيب لما بييجي عريس لما بيجي لها بيتقدم لها حد يخطوبها في الوقت دي هي بتحس بدي أو مش طيقة تقعد في البيت أو عايزة تبكي أو كده أجاوب حضرتك يا أستاذ أجاوب حضرتك الجواب على سؤال الأستاذ وفاء أن في سحر موجود عند بنت حضرتك يسمى سحر تعطيل الزواك وسبحان الله تبارك وتعالى حينما نقرأ آيات الركة الشرعية ويستخدمها أي شخص ونأتي إليه بأعشاب سبحانك يا رب تجد العجب العجاب والله حينما أتى إلي ستكا عندهم سحر تعطيل زواج فأعانني الله وبأمر الله سبحانه وتعالى فك ذلك السح وتمت خطبتها وهي إن شاء الله تبارك وتعالى في بيت الزوجية الآن فأسأل الله تبارك وتعالى أن يصطر نساءنا والنساء المسلمين إنه ولي ذلك والقادر علي حينما تذهب إلى العراف يقول لك إن السحر ده والله هو موجود في مكان مظلم أو معلق على شجرة أو ما شبه ذلك يعني نعمل إيه يقول لك والله الموضوع ده هو تبتكلف قد كده وإنت ملاكش دعوة بالباقي طب إنت إزاي هتفكه يقول لك ملاكش دعوة أنا بجيب بجيب وبخلص شغلي طب شغلك إزاي يقول لك والله بأتي بامرأة وأعاشرها في الحرام وأفك السحر بالسح أقول لك اتق الله لا تنتهك حرمات الله فإن الله سبحانه وتعالى حرم جريمة الزنا والزنا يسبب الفكر ولو بعد حي أقول لك يا من انتهك حرمات الله اتق الله سبحانه وتعالى بعد قرائم الصحرة مع النساء لما بيجي الدجال أو الساحر يعمل جريمة مع الست أول حاجة بيعملها إذا جاءت المرأة المتزوجة إلى الساحر بتقوم رحاله لأنه بيبقى فيه خلافات بينها وبين زوجها لأنه بيكون فيه خلافات بينها وبين جرطة لأنه بيكون فيه خلافات بينها وبين الأسرة تقول له والله أنا عندي مشاكل وبصراحة أنا شك أن أنا عندي سحر مع أنا أمو بكر أهلا وسهلا أمو بكر أبو بكر معلشي معلشي أنا أخذ من وقتك ثلاث دياب والزبط لا في عجالة يا فاند بقول له حضرتك فيه مشكلة معايا بإيه وبين زوجتي حضرتك منين يا فاند من محافظة الباقي وما باشا تحتام الأمر لله واحدة هل ينفع تكلم مع الدوادي ولا تخليها مثلا وقت تاني أو كده طيب قل لي في عجالة يا فاند قل لي في عجالة بس سؤال حضرتك خلاص يا فاند بعد الحلقة إن شاء الله تكلمنا على رأسنا يا فاند شكرا لحضرتك بعد جرائم الصحرة مع النساء إذا جاءت المرأة المتزوجة وتذهب إلى الدجال أو إلى العراف أول حاجة بتقول له والله أنا حس أن أنا عند مشاكل وحس أن أنا عند سح وحس أن أنا في مشاكل بيني وبين جوزي فكل شيء بتنسيبه للسح أقول لك أيتها المرأة اتق الله لأن لو لسانك طيب ورطب بذكر الله وتعاملين زوجك بما يرضي الله سبحانه وتعالى فلا توجد مشاكل لأننا الآن لا نطيق أي مشكلة بتحصل بننسبها للسحر ولا نغير من أنفسه بدليل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه إذا غير الإنسان من نفسه ومن طباعه فكل شيء يتغير مع عدد طباعه يعني إزاي؟ إن الإنسان ممكن يتغير بنسبة خمسين في المية بس المهم إنه يكون عنده نية التغيير المهم أننا نسعى للطرابط الأسري بين الناس فكل شيء ما ننسبوهش للدجل والسحر والشعوازي المهم أنك تعرض نفسك على الله قبل أن تعرض نفسك على معالك أو على ساحر والعياذ بالله عليك أن تعرض همومك أمام الله سبحانه وتعالى وتبكي إلى الله سبحانه وتعالى فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء يا من تشتكي من الهموم والغموم أقول لك عليك برقعة في ظلام الليل أو رقعتين رقعتين في ظلام الليل كل شيء بيزول لأن بيكون أنيسك ووحيدك هو الله لأنه سبحانه وتعالى أرحم من الأم بولدها وإن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده يرحم عباده بتقواهم إذا جاءوا بالتقوى إلى الله سبحانه وتعالى وأنابوا واعترفوا أنهم أخطأوا في حق أنفسهم وفي حق الله سبحانه وتعالى فسيستجيب الله سبحانه وتعالى فباب التوبة مفتوح لكل الناس أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتقين الله سبحانه وتعالى أم محمد معانا أهلاً وسهلاً يا أم محمد أهلاً بك يا شيخ بعد حين أنك عايزة سألك سؤال يعني أنا كل ما بضرب إبني بيتعيب بيتقول ليه يا فندم؟ كل ما بضربه بيتعيب سمعني يا فضلتك سامع حضرتك يا فندم سامع حضرتك ولما بضربه بيتعيب يسخن بيتعيب بيتعيب يعني ابن حضرتك يا فندم؟ أيوة عنده كم سنة؟ عنده ثلاث سنين هو من نوع القلب يعني أو عزيزي النفس شوية؟ مش على كده أصل هو مثلاً أنا لو بضربه حتى لو عزيزي النفس ميسخنش فبس الناس قالوا أخته اللي تحت الخط هي اللي بتزهقه آه تمام فجدت يا حسينك يا فضلك الشيخ اللي هنا يعني مثلاً اللي إحنا الساعة ننفل ليه؟ وأنا أخت أنا وأبوه وهوه تمام وجدت في شقيقي لات جباني كلها مفتحها طيب حضرتك الموضوع كله أنت لما بتضربه بيحصل له أي مشكلة؟ ما هو ما أنا بقولك بيتعيب يعني بمجرد ما حضرتك بتضربه أو مثلاً بتشكل معاه أو كده يحصل له أي مشكلة؟ إلا طيب أولاً هجاوب حضرتك يا فان أولاً رفقاً بالأطفال لابد إن إحنا نعلم أطفالنا بالهدوء واليسر ونكون زي الطبيب النفسي لأن لما بتروح للطبيب النفسي وبتقعد كده بيسمعلك لأن كل إنسان مننا حتى لو طفل لابد إن إحنا نسمع له نشوف هو بيكون عنده حاجات عايز في سن الطفولة أكيد بيبدأ عايز يعرف حاجة عايز يسمع حاجة إنما لما بنضغط عليهم بالضرب وبالإزاء بيكون إن دا غلط دا غلط حتى في تربية الأولاد سؤال حضرتك لابد إنك تصاحبين الطفل بتصاحبه وتبدأ معاه بالملطفة حتى لا يصيبه أذى بإذن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يطلب منه فعل الفاحشة بمقابل أن يفك السحة يعني بمجرد ما بتروح المرء أو النساء جميعا بمجرد ما بتروح لأي واحد لا يتق الله سبحانه وتعالى بيطلب منها فعل الفاحشة وهذا ما حرمه الله وحرمته جميع الأديان السماوية لا بد أنه ينتهك حرمات الله حتى يرضي شهواته وغروره أقول لك اتق الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقي الكافر منها شرب تمام يعني يا من تنتهك حرمات الله أقول لك اتق الله سبحانه وتعالى لأن لا بد من يوم تدخل فيه القبر وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله يرجع إثنان ويبقى واحد يرجع الأهل ويبقى المال كما هو ويوزع على الورسة ولا يذهب معك إلا العمل فقدم لنفسك إما أن تدخل جنة الله سبحانه وتعالى وإما أن تدخل النار وجهنم وبئس المصير يا من تنتهك حرمات الله اتق الله بدليل أريع عبدكم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما تشيب فيه النواصية ولو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعمها ولا يبقى غير الله حيا وباقيا أم محمد أم محمد رجعت معنا تاني أهلا وسهلا أم محمد أهلا بك يا قبل الشيخ أقولك يا شيخ أنا لما طربته في ليلة نعم سامة سامة فجيت فجيت اللي هو قاعد على رجل واحدة جقيت هنا وبقول لها نتيني بتقولي أنا أختي تمام تمام بقول لها تب حضرتك أنا متاعي بكين وإيه لقيتها مع وراتي تمام تمام طيب حضرتك لما بتزعليه عينيه بتحمر قوي أنا ما باخد شبال والله بس ما بيعزق بس بيبكي بكاء صعب بكاء شديد يعني أي فلكل قال لي أختي بتحت الأرض وأختي بيه لا يا فندم أنا هقولي هجاوب حضرتك يا فندم أولا استبشرين بأن ولدك سيكون من الصالحين أولا الولد إن شاء الله سنستبشر له بكل خير أنه سيكون من الحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى وسيكون من الصالحين وسيدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقرآن الله وسنة رسول الله فعليك بالرفق معه لأن الأشياء اللي أنت بتشوفيها في المنام دي تحذير تحذير إن الشخص ضغوة ما تقربش منه لأنه إن شاء الله يعني بيمتلك موهبة من الله سبحانه وتعالى وهي الإحساس وهي تسمى الشفافية لأنه يتقل لها سبحانه وتعالى إن شاء الله سيتقل لها سبحانه وتعالى لأنه عنده ثلاث سنين وإن شاء الله تبارك وتعالى نستبشر له بكل خير تاني حاجة الفرق بين السحر والقرامة والمعجزة ممكن واحد يشتبه عليه إن لما يشوف سحر يقول لك دا الرجل دا صاحب قرامة أقول لك كد عرف العلماء أن السحر معناه أقوال وأفعال يتم للساحر ما يريده أقوال وأفعال بطلصين وبأركام وبكواكب وبالنجوم دي بيفعله فيكون الجن أكثر إطاعة له القرامة لا تحتاج إلى ذلك بل تقع غالبا اتفاق المعجزة فتمتاز عن القرامة بالتحدي لأن المعجزة هي التي تعجز الإنسان عن كل شيء بدليل معجزة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن شاء الله تبارك وتعالى دائما نسعد ونسعى بالتواصل مع حضراتكم في حل جميع المشاكل الأسرية ولا أنسى الراعي الرسمي إلى هذا البرنامج الحج وجيه السنتيصي فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في ماله وفي ولده وأسأل الله تبارك وتعالى إلى أخي وإلى حبيب الأستاذ محمد الملكي الذي دائما مساند لي في قناة الصحة والجمال أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالخير كله ولا أنسى حضراتكم من الدعاء اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين واهد عصات المسلمين إنك على ما تشاء قدير نعم المولى ونعم النصير إنا نحبكم في الله فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر